السلام عليكم أهلا بكم المشاهدين إلى نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العنوين السعودية تحاول الحفاظ على حصتها من سوق النفط العالمية وسعي لتعزيز وجودها في شرق آسيا هيئة التنسيق النقبية في لبنان إلى الإضراب مجددا وزيادة الرواتب مطلبها لمواجهة غلاء المعيشة وفي النشرة أيضا تراجع أسعار النفط يستنزف احتياطية الجزائر المالية وخطط الإنقاذ برسم التنفيذ أهلا بكم تحاول السعودية الحفاظ على حصتها من سوق النفط العالمية شركة أرامكو تسعى إلى تعزيز حضورها في شرق آسيا المستهلك التقليدي لنفط الخليج وهي في هذا الصياق عقدت اجتماعها الدوري الأخير في سيول عاصمة كوريا الجنوبية قد لا يكون مفاجئا أن يعقد مجلس إدارة شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية في عاصمة كوريا الجنوبية فالرياض تنظر إلى هذه الدولة الأسيوية على أنها خامس أكبر مستورد للنفط في العالم سيول تلعب على التناقضات في سوق النفط وللضغط على الموردين من الشرق الأوسط منحت شركات التكرير المحلية إعفاءات ودعما لتشجيع استيراد خامات أوروبية أمريكية أمام هذا الواقع ارتفع منسوب الخشية السعودية من تراجع حصتها في السوق الكورية ومن ورائها في الشرق آسيوية فعمدت إلى تعزيز شراكاتها النفطية في تلك المنطقة وما استحواذ أرامكو مطلع العام على الحصة الأكبر من شركة إس أويل ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية إلا خطوة في هذا الإطار من جهة ثانية دول شرق آسيا وبعض جنوبها تراقب المتغيرات على خريطة الطاقة العالمية أحدثها إعادة إحياء مشروع خط أنبيب لنقل الغاز من إيران إلى الصين والهند عبر باكستان ضمن باقة مشاريع استثمارية ضخمة أطلقها الرئيس الصيني من إسلام أباد وقبل ذلك عقد توريد الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنبيب الممر الشرقي أو مشروع قوة سيبيريا الذي يمكن أن يتفرع ليغذي العديد من دول شرق آسيا أيضا وهو المشروع الذي أكد رئيس الوزراء الروسي قبل أيام استعداد بلاده منذ الآن لتغذيته بكميات ضخمة من الغاز أمام هذا الواقع تبدو السعودية أمام خيارات صعبة للاحتفاظ بحصتها من سوقها التقليدية في شرق آسيا في مواجهة منافسين حاليين ومستقبليين اتهمت المفوضية الأوروبية مجموعة جازبروم الروسية باستغلال موقعها المسيطر في أسواق أوروبا لافتعال العراقيل ومنع إرسال الغاز من دول أوروبا الوسطى والشرقية إلى الدول الأخرى وهددت متحدثتهم باسم الاتحاد الأوروبي بملاحقة الشركة قانونيا ولسيما إذا ثبت أنها تتحكم في الأسعار على نحو غير عادل إلا أن المجموعة الروسية العملاقة نفت هذه الاتهامات وأكدت أنها تطبق القواعد المرعية الإجراء أما الكراملين فأملت توصل إلى حل وسط في النزاع مؤكدا استمراره في الدفاع عن مصطحة روسيا نقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظراته الأرجنتينية كريستينا فرنانداز كريشنار قضايا التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتعاون العسكري ومن المقرر توقيع أكثر من عشرين وثيقة وعدد من مذكرات التفهم خلال زيارة الرئيسة الأرجنتينية إلى موسكو التي تستغلق أياما عدة ومن أبرز الاتفاقيات التي سيجري توقيعها مذكرة التفهم بشأن بناء المفاعل السادس في محطة أوتوتشا النووية في الأرجنتين ستبدأ الصين خلال العام الحالي تشغيل ثماني محطات نووية جديدة وبناء عدد آخر مثلها هذا وبشرت بكين الترويج لمشروع الجيل الثالث من محطات الطاقة النووية في الأرجنتين باكستان وبريطانيا شانغ هواشو رئيس اتحاد الطاقة النووية الصيني كشف أن بلاده تبني حاليا 26 محطة نووية وهو أكبر عدد من المحطات النووية تحت الإنشاء في دولة واحدة حول العالم نبقى في الصين التي ستصبح أكبر سوق للطيران في العالم حيث من المقرر أن يصل عدد الركاب بحلول العام 2030 لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول حاليا توني تيلر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للطيران إياتا قال إن صناعة الطيران حققت نموا كبيرا في الصين خلال العقود الثلاثة الماضية نصف مليون مهاجر قد يحاولون هذا العام عبور المتوسط بحسب توقعات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة المنظمة حذرت من أن التقاعس عن التحرك لوقف منظمي الإتجار بالبشر يهدد بمقتل عشرة ألاف غلقا هذا العام مدير المنظمة كوجي سيكميدزو أكد أن الوقت قد حان للتفكير الجدي في طريقة ما لوقف التهريب الخطير مطالبا من مكافحة المهربين العاملين في الكواليس بين أفريقيا وأوروبا بدلا من الاكتفاء بعمليات البحث والإغاثة انطلق مؤتمر إعادة إعمار سوريا تحت عنوان سوريا إلى إعادة البناء ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام محاورة تتعلق بإعادة إعمار مهدمته المعارك الدائرة في البلاد وبتأهيل الكوادر البشرية ولم يغب المؤتمر عن إحياء ذكرى ارتكاب المجازر التركية في حق الأرمن هذا المؤتمر يتضمن محاور عدة تتضمن الإبادة وأيضا له جانب إعادة البناء سياسيا واقتصاديا وإنسانيا طبعا مدعو إلى هذا المؤتمر عدد من دعاة السلام في كل من بريطانيا استراليا وأيضا من إيران الشقيقة ومن الهند وعدد أيضا من الدول بالإضافة إلى عدد الأساس في جامعة دمشق الهدف الرئيسي المؤتمر هو إبراز الجانب الأكاديمي لإعادة العمار وإبراز مساهمة الجامعة في ما تتعرض له سوريا من وحشية ودمار ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع احتفالات العالم بالذكرى المئوية لإبادات الأرمن التي جرت قبل مئة عام من الآن نبقى في سوريا حيث كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستالك عن كامل مخزون القمح في البلاد حتى منتصف الشهر الثاني من العام الجاري الذي بلغ نحو مليونين ومائتي ألف طن وزير التجارة الداخلية السوري حسن صفية كشف أن كميات القمح المتوافرة تكفي حاجة سوريا لأكثر من ستة أشهر مشيرا إلى أنه سيجري استيراد نحو خمسمائة ألف طن من القمح خلال الفترة المقبلة من المزارعين والحصاد السوري نفتت هيئة التنصيق النقابية في لبنان إضرابا عن العمل في مختلف المدارس والمهنيات والوزارات والإدارات العامة ونظمت اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت الإضراب يأتي في إطار عدد من الاحتجاجات على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تتضمن زيادة بدل غلاء المعيشة للموظفين في القطاع العام وأكدت الهيئة أن الإضراب مجرد بداية لسلسلة من التصعيد يصل إلى تهديد نهاية العام الدراسي وشل الإدارات اضطرنا لنرجع للشارع اضطرنا لنرجع للسلبيين آسفين وليتحملهم مسؤولية ما ستقول إليه الأمور من هنا لنهاية العام الدراسي هذا هو أول الغيس اليوم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أعلن تلقي بلاده 6 مليارات دولار من السعودية الكويت والإمارات رامز أكد أن المبلغ دخل أرصيدة النقد الأجنبي بواقع ملياري دولار لكل دولة وكانت الدول الثلاث إضافة إلى سلطنة عمان قد تعهدت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي تقديم 12 ملياراً ونصف مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائعة في البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من أزمة اقتصادية وشيكة في حال استمرار الأنفاق الداخلي بمعدلاته المرتفعة الجزائر استهلكت أكثر من 11 مليار دولار في شهر كنون الثاني يناير الماضي رقم لم يسبق أن وصلت إليه الجزائر التي تعيش سياسة تقشف بسبب أزمة النفط منذ 30 عاماً أسامة عبد النور والتفاصيل من الجزائر بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لم يبقى للجزائر سوى 15 شهراً لتستنفذ مدقارتها البترونية في صندوق ضبط الإرادات الذي تراجع إلى 178 مليار دولار نهاية السنة الماضية استهلاك الجزائر العادي يدور في حدود 15 مليار دولار في الثلاثي وبالتالي فإن استنزاف ميزان المدفوعات لا يحتاج إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي بالعكس هو يحتاج إلى إجراءات جديدة وسريعة ومستعجلة تقدم إلى المجلس الشعبي الوطني للنظر فيها رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال قال إن قانون المالية التكملية تضمن قرارات تتحكم في الاقتصاد وتنظم التجارة الخارجية ومكافحة الغش لكن بحسب خبراء لا يمكن للجزائري التراجع عن مشاريع قاعدية ضخمة انطلقت فيها قبل الأزمة لا بد لنا أن نقر أو تكون فيه أكثر سرامة وأكثر ترشيد للنفقات العمومية رغم شبح الأزمة الاقتصادية إلا أن سقف المخاطرة مرتفع في الجزائر لأنها مقبلة على سيادات في الأجور وتوسيع قاعدة القروض الاستهلاكية جهة هذه الأزمة أولا تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات هذا التنويع يكون بتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي وتشجيع الصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة وكذلك فتح المجال للخواص بين تطمئنة الحكومية ودق نقص الخطر من طرف الهيئات الاقتصادية الدولية يعيش الاقتصاد الجزائري حالة من عدم الاستقرار لم تنفع سياسة تقشف إذن في كبح جماحي الانفاق المتزايد في الجزائر سنوات عجاف وسيناريوهات مقلقة بحسب خبراء تنتظر الجزائريين خلال أقل من سنة مكتنزات صندوق ضبط الإرادات أو احتياطي الصرف تتآكل مع تراجع عائدات النفط وقصور السلطات عن إيجاد البدائل أسامة عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين مع تقرير أسامة عبد النور من الجزائر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء